تولي وزارة الإسكان مشروع توزيع ثلاثة ألاف وحدة سكنية اهتماما كبيرا حيث يسير مشروع التوزيع على المواطنين وفق ما خطط له ما سهم في رسم الفرحة على وجوه الأسر المستفيدة وأولت البحرين اهتماما كبيرا بالحق في السكن الملائم باعتباره جزءا أساسيا من حقوق مواطنيها الذي عبر عنه المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويقع الملف الإسكاني في مقدمة خطط الأعمال والبرامج التنموية التي شملت كافة القطاعات بالمملكة لأنه يمثل ملفا حيويا ورئيسا ضمن مساعي البحرين لتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن